اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائم رئيس مجلس الوزراء أن السكن الاجتماعي على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية التي تمثل اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم قد شهد طفرة غير مسبوقة عكست رؤية جلالته الحكيمة في تأمين السكن اللائق والعيش الكريم للمواطنين على نحو يوفر للأسرة البحرينية أمنها الاجتماعي ويحقق للمجتمع بشكل عام طمأنينة واستقرارة وأوضح معالي أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء قد حرصت على ترجمة الرؤى السامية من خلال خطة التوسع في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة لرفع معدلات استفادة المواطنين سنويا من الخدمات المتاحة إلى جانب العمل على تنويع تلك الخدمات عبر إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الحلول المبتكرة بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية جاء ذلك لدى تفضل معالي بحضور سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بتكريم الجهات المشاركة في النسخة الثالثة من معرض التمولات الإسكانية والذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق من فبراير الماضي وذلك في احتفالية جرت في قصر القضيبية خلال الحفل أوضح معاليه أن معرض التمولات الإسكانية والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمولية الإسكانية قد أسهم بالفعل في تقديم الدعم للمواطنين من خلال توفير الاستشارات العقارية والتمويلية ومساعدتهم على اختيار نوع الخدمة التمويلية التي تناسب احتياجاتهم وأثنى معاليه في هذا الصدد على النتائج المتحققة من النسخة الثالثة للمعرض والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل شركات التطوير والوساطة العقارية والبنوك والمصارف التجارية المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية بالإضافة إلى الحضور اللافت من قبل المواطنين الراقبين في الاستفادة من تمويلات تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة كما أشاد معاليه بتوجه وزارة الإسكان في الانتقال إلى تقديم بعض من خدماتها إلكترونيا من خلال منصة بيت العقارية المطورة والتي تم إطلاقها بالتزامن مع اتتاح المعرض وذلك على نحو ساهم وبصورة فاعلة في تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم بمميزات سهلة ومرينة تكفل سرعة الاختيار معربا معاليه عن شكره لسعادة وزيرة الإسكان والتغطيط العمراني وفريق الوزارة القائم على تنظيم المعرض على جهودهم المقدرة من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والتغطيط العمراني أن توجهات سمول العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة الفعاليات والمعرض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمولية الإسكانية تمثل دافعا رئيسا للوزارة لتنفيذ المزيد من المعارض والفعاليات بالشراكة مع القطع الخاص بما يعود بالفائدة على المواطنين ويحقق أهداف تلك الشراكة وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفطله بتكريم الجهات المشاركة في المعرض منوهة بما يوليه معاليه من اهتمام كبير بخطة توفير البرامج الإسكانية للمواطنين بما يحقق أولويات وأهداف الحكومة كما تطرقت الوزيرة الرمح إلى النتائج المتحققة لمعرض التمولات الإسكانية من حيث نسب الإقبال على الخدمات التمولية الرقمية من خلال منصة بيت العقارية والتي حققت أرقاما جيدة احتفاء بالنجاح الذي تحقق خلال معرض التمولات الإسكانية في نسخته الثالثة يمثل هذا التكريم من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لرؤساء وممثلي المصارف والبنوك والشركات العقارية نظرا للدور الكبير الذي تحقق خلال المعرض بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص الحمد لله هاي كانت نتيجة اليوم اللي هو شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في نجاح لهو معرض التمولات النسخت الثالثة والحمد لله يعني كانت مشاركة كبيرة من القطاع الخاص اللي مكنت المستفيدين من الخدمات الإسكانية بالنظر في تقريبا كل اللي موجود في السوق للحصول على المنزل المناسب والسكن المناسب من خلال التمولات وحمد لله بعد أطلقنا منصة بيتي اللي بتمكن المواطن بالنظر الموجود في السوق على طول السنة وإن شاء الله المستقبل بيكون في معارض أكثر وبيتطور المنصة وإن شاء الله بتنسهل على المواطن الحصول على السكن المناسب شرفنا اليوم باللقاء مع علي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس الوزراء المواقر على جارة عادته وحرصه في تكريم المشاركين في هذه المعرض هذه المعرض كالعادة يأتي بحرص وتوجيهه من سعادة الوزيرة لتحقيق المكاسب اللي كلنا نطلع لها للمواطنين ولشركانا وتوقع خلال الفترة القادمة أن هذه المعرض يكون أكبر وأكبر ولو أن جزء منه سيكون بشكل مستدام من خلال تطبيق بيتي النسخة الثالثة من المعرض شهدت إطلاق نسخة مطورة من منصة بيت العقارية والتي تصم في توفير خيارات متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية بخاصة أن المنصة توفر العديد من المميزات كامكانية المقارنة بين العروض التمويلية الإضافية التي توفرها البنوك المزودة لتمويلات تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة شرفنا اليوم بالتكريم وهذا حافظ لنا ودافع أن نقدم المزيد حق خدمة البحرين نشكر الوزارة ومعالي الشيخ خالد على هذه المبادرات التي طالما يتحفون بها كل عام ونتمنى أن تتواصل من أجل رقي البلد وعمل لازم إلى المواطنين من مدن إسكانية وتوفير الأراضي والخدمات الإسكانية المتميزة في كل عام وتسعى وزارة الإسكان من خلال معرض تمويلات الإسكانية للتوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التمويلات الإسكانية في النسخة السابقة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين التي تتيح للمستحقين فرصة الاختيار الملائمة وبما يحقق الأهداف التنموية المنشودة إن النتائج الإيجابية التي حققها معرض تمويلات الإسكانية في نسخته الثالثة يؤكد نجاح النهج المتبع في توفير خدمات إسكانية مستدامة وتوفر الحماية الاجتماعية للحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية بما يتماشى وهدف المسيرة التنموية الشاملة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين